السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء. طلاب العلم. محب اللغة العربية في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. في حلقة النهاردة موضوعنا عايزين نتكلم على علامات الاعراب. حلقة النهاردة مهمة جدا 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 لاي حد بيتعلم لغة عربية. في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نعرف بكل سهولة وهنعرف علامات الاعراب. تعالوا مع بعض. نبدأ الحلقة. قبل ما تعرب اي كلمة وقبل ما نتكلم عن علامات الاعراب حدد نوع الكلمة. شوفها اسم ولا فعل ولا حرف. مهم الكلام ده ايوة طبعا مهم جدا لانها لو حرف هعربها حرف. الحرف بيتعرب حرف. ولو فعل هعربها فعل. الفعل برضو في اي مكان في الجملة بعريبه فعل. وابدأ احدد الفعل ده ده فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل امر. لو لقيت الفعل ده فعل ماضي هقول فعل ماضي مبني. ولو لقيت الفعل ده فعل امر هقول فعل امر مبني. ولو مضارع هعرب الفعل المضارع لو انا وصلت لمرحلة اعراب الفعل المضارع. انا بتكلم في حلقة النهاردة عن الاعراب. هحاول ان الحلقة دي تكون مفيدة لجميع المراحل. المبتدئ والمتقدم. يبقى اول حاجة قبل معرب احدد نوع الكلمة. هي اسم ولا فعل ولا حرف. لو لقيتها حرف. هعربها حرف. اقول بقى حرف جر حرف عطف حرف نداء حسب نوع الحرف. وعندنا برضو كل الحروف مبنية. لو حرف جر هقول حرف جر مبني. على ايه وبقيت الاعراب هناخد برضو واحدة واحدة. طيب لو اسم ابدأ اشوف لو لها اعراب ثابت زي مثلا الظرف. لو بتدل على زمان تبقى ظرف زمان. مكان تبقى ظرف مكان. لو من الاعراب الثابت زي الحال مضاف اليه. وده بيرجع لحسب دراستك وحسب المرحلة اللي انت وصلت لها. ناخد مثال الاول ونجرب عليه لما نيجي نقول ذهب الفلاح الى الحقل صباحا. لما نيجي نعرب عندنا برضو مشكلة نحدد ازاي بداية الجملة. لو انا بعرب من قطعة. دور على الفعل. اي فعل بداية جملة جديدة. ولو لقيت ضمير برضو ضمير بداية جملة جديدة. ادور على فصلة يكون بعدها جملة جديدة. في القطعة هتعرف ازاي توصل لبداية الجملة لو دورت على فعل على ضمير على بداية الكلام. هنا ذهب الفلاح ابدأ اعرب. اول كلمة دي اسمه ولا فعل? فعل. يبقى اعربها فعل. وحدد نوعها. لو ماضي هقول له مبني. امر مبني. دي فعل ايه? ذهبا. ده فعل ماضي. يبقى هقول له فعل ماضي مبني. ولو مدارع هقول له فعل مدارع. لو انت لسه ما درستش. لو انت قبل سنة ستة ابتدائي. في سنة ستة ابتدائي بنبدأ ندرس اعراب الفعل المدارع. وابدأ اكمل اقول لو مرفوع او منصوب او مجزوم. طيب الفلاح دي اسم. ومش حاجة ثابتة. لسه ما حددتش نوع الجملة. طيب ايه لها? دي حرف على طول. حرف جر. حرف جر مبني. والكلمة اللي بعد حرف جر لازم تكون اسم. لان من علامات الاسم ان يجي قبله حرف جر. فاللي بيجي بعد حرف جر زي كلمة الحقلة هعربها اسم مجرور. طيب وصباحا دي بتدل على زمان. يبقى هقول له ظرف زمان. وظرف الزمان بيكون منصوب. يبقى انا كده اعربت الكلمات اللي قدامي من غير ما حدد اركان الجملة. طب انا عندي كلمة الفلاح مش عارف اعربها. دي اسم. في المرحلة دي لازم بقى اتحدد نوع الجملة. وتحدد اركان الجملة. ذهب الفلاح دي جملة فعلية. يبقى ذهب الفعل والفلاح الفاعل. لما يجي يقول لك الفلاح يا زهب. لا دي تبقى جملة اسمية. وابدأ احدد اركان الجملة الاسمية. الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل. وباقي الجملة. الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر. تعالوا مع بعض بقى نعرف تاني خطوة بعد كده خلاص انا حددت اركان الجملة لو لقتها مبتدأ هقول مبتدأ ماله مرفوع طيب لو لقتها خبر هقول خبر مرفوع طيب لو فاعل هقول فاعل مرفوع طيب لو كبرت شوية ودخلت سنة ستة وخدت كانت واخوتها لقيت الكلمة دي اسم كانت هقول اسم كانت مرفوع ولو خدت انة واخوتها ولقيت الكلمة خبر انة هقول خبر إنه مرفوع ولو كبرت شوية واخدت المبني للمعلوم والمبني للمجهول ولقيت الكلمة نائب فاعل هقول نائب فاعل مرفوع طيب لو الكلمة دي طلعت ظرف زمان زي صباحا مساءا ظهرا عصرا صيفا شتاءا أقول ظرف زمان منصوب طيب لو ظرف مكان فوق تحت يمين يبقى دي ظرف مكان وقول ظرف مكان منصوب طيب لو مفعول به الحاجة اللي الفاعل بيعملها لما قول كتب الطالب الدرس كتب دي الفاعل الطالب فاعل ايه الحاجة اللي الطالب كتبها الدرس تبقى مفعول به هقول مفعول به منصوب كل المفعيل منصوبة المفعول به والمفعول لأجله اللي بيكون إجابة سؤال لماذا لماذا تذاكر رغبة في النجاح أملا حبا حرصا الكلمات دي بتعرف برضو مفعول لأجله منصوب وبرضو المفعول المطلق اللي بيكون شبه الفاعل يكتب كتابة يحرص حرصا آه الكلمة التانية دي برضو بعاربها مفعول مطلق منصوب طيب احنا عرفنا اسم كان مرفوع طب لو خبر كان يبقى منصوب طب خبر انه مرفوع لو اسم انه منصوب احنا عرفنا اسم كان مرفوع وخبر انه مرفوع نعكس بقى خبر كان منصوب واسم انه منصوب طب والحال برضو منصوب طيب لو لقيت حرف جر سواء منفاصل زي فيه وعلى وإلى او متصل زي الكاف واللام والب بالقلم اللي بقى حرف جر يبقى اللي ييجي بعد حرف الجر اعريبه برافو اسمه مجرور طيب لو مضافق ليه لو انت درست المضافق ليه برضو بيكون مجرور يبقى كده انا حددت الكلمة دي مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ندخل بقى على تالت مرحلة اللي هي علامات الاعراب قبل ما حدد علامة الاعراب واعرف هو مرفوع بايه ولا منصوب بايه ولا مجرور بايه لازم اعرف ان الكلمة دي مفرد ولا مثنى ولا جمع ايوة مهم طبعا لان المفرد بقول مرفوع وعلامة رفع لايه الضمة منصوب وعلامة نصبة الفتحة مجرور وعلامة جر الكاسرة وعلامات الاعراب بتاعة المفرد دي علامات اعراب اصلية ايه علامات الاعراب الاصلية مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة مجرور بالكاسرة دي علامات اعراب اصلية غير كده بتبقى علامة اعراب فرعية طيب لو مثنى بيرفع بالإيه؟ المثنى بزود له ألف ونون في حالة الرافع ويأونون في حالة النصب والجر يعني قول مرفعه علامة رفعه لإيه؟ الألف لأنه مثنى علامة إعراب أصلية ولا فرعية؟ فرعية منصبه علامة نصبي؟ الياء لأنه مثنى مجروره علامة جره؟ الياء لأنه مثنى لو علامة الإعراب أصلية مش بقول لأنه مفرد علامة الإعراب فرعية زي الالف او اليا اقول مرفوع وعلامة رفع الالف لانهو مثنى او ممكن اقول مرفوع بالالف عادي برضو وتاخد درجة كاملة مرفوع بالالف لانهو مثنى طيب انا عرفت كده علامات اعراب المفرد والمثنى طب لو الكلمة جامع يبقى لازم تحدد نوع الجامع تقول ان الجامع ده جامع مذكر سالم ولا جامع مؤنس سالم ولا جامع تكسير جامع المذكر السالم بيكون اخروا ونون او يؤونون وبيكون عاقل فقط جامع المؤنس السالم اخروا الف وتاء جامع التكسير دون نهاية محددة وجامع التكسير نفس اعراب المفرد يبقى جامع التكسير بيرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر بالكسر بيسهل علينا الموضوع شوية طيب نشوف بقى جامع المذكر السالم بيكون اخروا ونون في حالة الرافعة ويؤونون في حالة النصب والجر طيب لو مرفوع اقول مرفوع وعلامة رفع الايه اه دي علامة الاعراب بقى اللي انا هقولها هقول مرفوع وعلامة رفع الواو يبقى علامة الاعراب هنا الواو وعلامة اصلية ولا فرعية لا فرعية احنا قلنا الاصل بتاع المفرد بس يبقى اقول له مرفوع بالواو لانه جامع مذكر سالم طيب لو منصوب هقول منصوب وعلامة نصب الياه لانه جامع مذكر سالم طيب لو مجرور هقول مجرور وعلامة جر الياه لانه جامع مذكر سالم يبقى كده عرفنا علامات اعراب جامع المذكر السالم وجامع التكسير اللي بيعرب زي الايه زي المفرد طيب لو جامع مؤنة سالم اللي بيكون اخروا الف وتاء بيكون مرفوع وعلامة رفع الايه الضمة عادي خالص زي المفرط ودي علامة اعراب اصلية لانه مرفوع بالضمة طيب لو منصوب هقول منصوب وعلامة نصبة لا مش الفتحة منصوب وعلامة نصبة الكاسرة وخلي بالك من علامة نصب جامعة المؤنس السالم لاننا بنغلط فيها كتير ودي علامة اعراب فرعية مش اصلية لان علامة النصب الاصلية منصوب بالفتحة طالما قلنا منصوب بالكاسرة دي علامة اعراب فرعية يبقى هقول له منصوب وعلامة نصب الكسرة لانه جمع مؤنس سالم طيب لو مجرور لا مجرور وعلامة جر الكسرة ودي علامة اعراب اصلية وبرضو عندنا الاسماء الخامسة بترفع بالواو تنصب بالالف وتجر بالياق دي علامات الاعراب ودي الطريقة اللي انت لو مشيت عليها واعربت بالطريقة دي ان شاء الله مش هيكون عندك مشكلة في الاعراب بتمنى كون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة اضغط لايك للفيديو شاير الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته